بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل في احسن احوالكم حبيت نتقسم معكم في فيديو نهار اليوم طريقة صنع او عمل كول او اصدر قبيلي تقدروا تستعملوه مع جنادركتان يعني لا بغت منورين او لتيسو اوني يعني لا تقدروا تخدموه في الوني في الوني تقدروا تنسيستيو على الموديل يعني تقدروا تديروه حتى الدفيرة اما اذا كان الكتان في المنور رقبه ودرعين راه يتكفي موديل عفوا باهي كل واحد لقو تاعو يقدروا يلبسوه مساكبارات متوسطات في العمر كل واحدة ووش تحب تلبس انا هنا درت يعني خرجت ديجا الرقبة تعيلي حايبة يعني درت ليدة اللي فيها كانت في راسي والسيدة حطت في يدي قطي نسحق موديل قبيلي يكون باهي درت يعني رقبة كما حايبة وبعد ارجعت درت لكمنتوما المستطيل او الزاوية القائمة اللي نخرجوا منها اي رقبة نحتاجوا انا درت احنا الزاوية وجيت درت انعطاف بسيط للدخل وصلت مثلا 12 سنتيم وخرجت رقبة اما مدورة مدورة رايحة بالك رايحة بالك رقبة او الزاوية هي نغمة المدورة خرجت لمبعد ثلاثة الهلوية نغمة المدورة اه ودرت طول ديك الحفرة اللي نحط فيها هذا الفوتطة اللي راكم تشوفو فيها رايحة ديك الفوتطة على القبيلي درت لها الحفرة 20 سنتيم اه حفرة الرقبة درتها على 22 سنتيم يعني فيني 22 الرقبة قلنا 22 وهذك القطعة على القماش القبيلي هذي اللي حطيت 20 سنتيم في الطول والعرض انتح عفوا 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 ما تاخدوش على 20 سنتيم في العرض العرض انتحها و 13 سنتيم في الطول ها نسيت 20 من انتحها لرقبة و 20 انتحها لطرفك و بقراهيته صلاة طينا ما تديروش عليها تبعوا من يحيي البنات ربما ساعتنا اختي وانتو ما تلقاوا الحل العرض انتحها لطرف انتحها لقبه اللي درته عرضه 20 سنتيم وهكا الطول انتحها مع الرقبة درت له 13 وطبعا اني قصيته بشوية زايد بما انه يتسنصر بزيف خدمة تعقوا شوية حساسة شوية ديليكات لازم يعني نسيسه في الخدمة من بعد راني ما ندرت طباشير زدت ديك التقويرات على القلب هاي ساهلة يا البنات رعينت قادروا تديروها عفوا وحطيت فوقها فوق الفيزلين حطيت انا استعملت الفيزلين الرهيف حطيت فوق التول وخليت الجيهة اللاسيقة هي اللي من تحت يعني التول حطيته فوق الجيهة العادية على الفيزلين خليت الجيهة اللاسيقة باش نلسقها فوق القندورة يعني اكي نحط الكر فوق القندورة ونحدد يلسق معها هنا راني نقص في القطعة اللي نحتاج قرد ديت العرض انتحها عشرين هاي بينا وطور انتحها بلطاش اللي بنات اللي قالوا ايش عليك لقطات راهم مديروك لحساسية لا ابدا حساسية ما هيش من لقطات وانما من تغيرات الجو ومن الروائح والبارح نستعملت بزاف الجافال اهلا بها زادت نوضتني وتقريبا بخصك ما تحبس ليش والله درت بزاف لزاستيوس ليها درولي لبنات تحبس لي شوية ومن بعد ترجع علي الله اكبر لدان الظهر انا قيتوني هدا وانكملت الكول هدا نخليه في وقت لاحق نركبه على لقماش لما نركبه على لقماش اكيد راح يكون يعني الجندورة خيطة الجندورة هتكون فيديو منفاصل هنا بدرنا مع بعض غير طريقة خدمة على الكول هدا ولبنات ما تتقيدوش بطريقة الرقبة هادي انا درت لافاصلت عن الرقبة هادي شفت هاتني في مواقع بنترست عجبتني لافاصلت عن الرقبة وبما انها السيدة دانسيخ داناج عمور متوسط تخرج عليها اما البنات اللي يحبوا يديروا مثلا اللي يحبوا رقبة كبيرة كيما القدام كيما اللورة بوغلي جندان هنا للإبداع انتع الخياطات هنا يدخل وديروا ما حبيته ابديعوا يا لبنات نجي نقلب بعد ما حطيت هذه القطعة انتع القطعة تعل الفوطة القبيلي نجي نحكمها بالزيجزاق انا هنا نستعمل الخيط العادي خيط نغمال يعني نعتلك مربما والله ما شفت شوفوا قاعدين نهضر في واد والفيديو ماشي في واد آخر نخدم بالخيط الأبيض العادي درت زيجزاق باش حكمت الطابقة تكون مع بعض وباش ما يتسنصر ليش قماش القبيلي او قماش الفوطة درت لها زيجزاق سايل داير درتوا شوية لاسق في بعضها شوية ديق والخفت اللي بيدبيش باش الخدمة تمشي لي فسيلا ما ما يتكمش عريبا كمرا هو يتكمش مع السنين من تحت سنين تاني راني منقصة فيهم باش ما يجبدليش لقماش القبيلي ويتسنصر من بعد نقص هذيك الزائد ما نقصش مع شوية باك نجبدع لزيجزاق باش ما يتسنصر ليش بزيف خدمتها واعرة شوية يعني لازم لها الصبر ما تقلقوش لبنات خدموا بالعقل وصبروا على خدمتك نزيد نحكم لزيجزاق مع تدويرها تعالرقبة فينا المخرجتها مدورة وهذه السلعة اللي راح نخدم بيها سبق أني قلت لكم أني هذة السلعة راني نشريها من مدينة قسنطينا اللي يقولوا اليمنين من طريق جديدة من السنسير كيما نخرجوا من السنسير هذي كتريق كاملة فيها اللي بيعوا السلع كيما نخرجوا كيما نخرجوا كيما نخرجوا كيما نخرجوا بالكمية ما حاشت مثلا تدخلي وتقول لي أعطيني وحدة لا غير ممكن هم يبيعوش بالوحدة راح ميبيعو بالكونتيتي نشريت هذة الكميات انتع خيط الحنة عندي فيهم الألوان والقندورة تخرج عليها الأصفر والأسود ما ننش نبازي على وشكاين فوق القطعة تعلقبالي وإنما نبازي أعلى وشكاين تاني في القندورة يعني ليدو استعملت الطريق بالطريق بالطريقة هذة جيت للوسط انتع القلب هذك اللي درت ونبدأ نخدم طريق بالأصفر وطريق بالأسود يعني جيها بجيها والهنا الماشينة قعدة تبلوكيلي مع هذا سبيب أو الخيط هذا التخنسباران أو الخيط هذا تعلميكا يبلوكي ساعات في الأكانات ساعفوا بركي البنات وخدموا بالعقل حتى أنا عندي مشاكل في الماشينة تبلوكيلي تزيجزاقيلي تضع لها متخيات يعني عندها هي تانية ميزاج خاص رانا نتبعو بالعقل برك وشي خطر تعلمت يعني لغيقلاش تعليماشين على بيها نساعفها حتى نقالها العطب وين ونخدمو بالتناظر يعني جيها من وجيها من حتى عفوا نكملو القطعة كاملة وتخرج به هذي الشكل طريق بطريق حتى نكملوها على الحاشية ونجي نحط هذي القالون راهو كامل مع بعض نقصد فيها أربع خطوط ولا خمسة يجي مخدوم مع بعض حطيت وسير داير على الحاشية بما أني راهي ديجا متراسية للكول جيتني سهلة خيطته خيطة عادية ونجي نعود نخيط له تاني على الحاشية باش نلسقو على الجهتين لسقتو على الجهتين ومن بعد نحط هذي ديكور اللي هو يتجي فوق القندورة يعني من أقدرش نحطه درك بعد ما هذي القول هو اللي نسجف به الرقبات على القندورة يعني هو يكون أمام تانسجاذ يخرج على برة ومن بعد نحط له هذي الزينة على الرقبة من داخل ومن برة وطبعا نتدرعين تاني نتقسموها في خياطة القندورة هيا نقول لكم إن شاء الله تستفادوا وبعد صحة بعد الفطور يوم جميل يوم موفق ومع السلامة اشتركوا في القناة